بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه أحباء في الله لقاء جديد وحلقة جديدة مع الطب الآمن حلقة النهاردة يقول أحبة في الله تتناول الأسباب النفسية لألام العمود الفقري العلوان قد يكون جديد إيه الألام النفسية هل الحالة النفسية تأثر على العمود الفقري نقول تعالوا بنا نفهم يعني إيه عمود فقري أولا العمود الفقري في جسم الإنسان هو عدة فقرات نقول 33 فقرة متكونين من أول العنق لغاية الفقرات العجوزية وعجب الزنب أو من عجب الزنب لغاية العنقية لو نمشي من تحت الفوق العمود الفقري في الإنسان نقول هو الكائن الوحيد للفقرات في وضع رأسي يعني إيه يعني ظهرنا مفروض كل المخلوقات التانية حتى المقتربة من الإنسان زي الشامبانزي أو يعني في التكوين شكلنا تلاقيها ميلة لقدام أو ماشي على قديها ورجليها الإنسان هو الكائن الوحيد اللي تلاقيه عمود الفقري نقول في وضع رأسي مستقيم متعامد على الأرض إيه ده يعني إحنا بنلتقي في الأرض بالأدمين إحنا الكائن الوحيد اللي بيعمل كده بغي الكائنات والحيوانات اللي تلاقيه إيديه ورجليه يعني ماشي بأربع أرجل أو لو ليه إيدين زي الشامبانزي والبابون الإرد البابون تلاقيه شوية ماشي على رجليه وشوية على إيه وشوية معتمد على إيه في التسلق ومسك الأشجار الله إيه اللي بيحصل هنا العمود الفقري في جسم الإنسان ليه خصائص عجيبة أولا مش مستقيم كده وبس لا ده فيه أربع منحنيات عشان تدي له عازم المنحنة العنقي والمنحنة القطني اللي اتنين مقعرين من الخلف يعني نقول كونكيف يعني مقعر من الخلف والفقرات الصدرية والعجوزية كونكيف من الأمام أو مقعر من الأمام وشوفوا إيه كمت ربنا سبحانه وتعالى ربنا جعل الفقرات الصدرية ليه فيها هذا الكرف الخارجي عشان تدي سعة للرئتين والقلب محتويات الصدر بيبقى فيه عندنا هنا قافة الصدر العجوزية تحت تدي نفس الموضوع سعة لمحتويات الحوض ايه ده الكلام ده أنا بليه بقى بقدم لهذا انه هنتكلم عن البعد النفسي في العمود الفقري الفقرات القطنية اللي هي تحت بقى اللي قبل الحوض على طول قبل الفقرات العجوزية بنقول خمس فقرات بس كبيرة الواحدة فيهم ما نقدرش نقول بقى الفقرة كده زال عنقية ولا الصدرية لها اكبر فقرات هي الفقرات القطنية طب ليه أنا عايزة بسطها كده للمشاهدين الطيبين اللي يعني مش دارسين طيب بنقول هي لازم تبقى كبيرة ان ده الحمل بتاع نص الجسم الفؤاني نازل عليهم هو شايلد راس والكتاب والدراعين والعمود الفقري اللي فوق العنقي والصدري فلازم يبقى تحت عنده قاعدة يقدر يحمل عليها وزن الجسم وفيها يتم التفرية يعني بعد ما تيجي الفقرات العجوزية اللي هما الخمسة لازقين في بعض اللي بيكونولي خلفية الحوض دول بيكونوا دول بيقول بيوزعوا الوزن على الرجلين توزيع الحمل على الرجلين آه يعني ممكن القلم نتيجة توزيع الحمل يكون علماء النفس اتكلموا في الموضوع بشكل عجيب قالوا لو المريض ما عندوش خشونة يعني عملنا له أشاعة ما فيش خشونة عملنا له ما فيش غضريف يعني ما فيش حاجة بارزة ولقينا عندو مشكلة في الفقرات القطنية بنقول هذه الفقرات أسبابها نفسية يعني إيه السبب النفس اللي ممكن يأثر قالوا إن الواحد وخصوصا الحمل هنا لا عليه أحمال نفسية تقيلة مش قادر يشيلها يعني اللي عندو أسفل الظهر ألم ويروح الأشاعة الدكتور يقول له ما عندكش حاجة أنا مش شايف لها سبب بس هو نجي بقى يقعد نسأله وهنا أنا برجع أقول لازم المريض يتسئل أنت إيه نشأت عندك الوجع إمتى نشأ عندي إن أنا خاطب وبتحصل في الشباب اللي ما عندوش سبب عضوي واللي قاعد على المكتب اللي يعني مش بيشيل وبيحط لا تقول لك أنا خاطب ومدي موعد للزفاف وأهل العروسة جهزين أنا بديه بمثال لحالة جاتلي هو تليه لو شايفني هيقول أنا مش هقول اسمه بس الموعد أنا مش قادر أوفي بالموعد الحمل اللي عليها تقيل الحاجة غلية وتشتيب الشقة غالي يبدأ بقى أحمال عليه وفي الشغل بتعرض لضغوط شديدة جدا وبيدوني أوفر تايم بس بيدوني مبالغ ملاليم والمرتب مش مكفي وإخواتي عايزين مني يبدأ ضغوط 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 بنقول الفقرة الخامسة تتأثر لأن دي فقرة الأحمال إيه دا دا كلام نفسي يا دكتور أمين أيوة طالما مش لقيين سبب عضوي يبقى دا حمل زيادة تيجي بمريضة تقولك والله أنا عندي ألم مبرح في أسفل الظهر طب انت يا بنتي شابة ما عندكش حاجة والفقرات وتحليل الروماتيزم والروماتويد وصرع الترسيم كله كويس بس هيها تبدأ تقول إيه بس فيه علي أحمال إن أنا بخدم في بيت أئلة أنا يعني اتجوزت ابنهم الكبير ولكن هما في الشقة اللي كده وعندهم أربع شباب بيروحوا الجامعة واللي يروح المدرسة وانا اللي بغسل لهم وانا اللي بعمل لهم وانا 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 بقى الحمل زاد لدرجة إن الفقرات القطنية اللي تحت مش قادرة فتبدأ تشتكي وذلك نقول ليه تحت إن الفقرة دي هي اللي حملت الأسية حمالة من ناحية الجسدية يعني هي اللي شايلة الوزن وحمالة من ناحية نفسية بدأت أقرأ بعض الأبحاث بتوع علماء النفس اللي بيتكلموا علم النفس المرضي فيقولوا إن الآلام اللي بيشعر بها المريض هي آلام حقيقية مش مجرد هو بيتوهم أو بيدعي خد بالك اللي اتنين دي هم معنى قوي جدا ليه؟ إن الوهم إن الواحد يقول لك إيه أنا عندي آلم وهو ما فيش لا هو عنده آلم وما بيدعيش يعني مش بيتمارض لا ده هو عنده فعلا آلم ولذلك علاج دول إحنا نحاول نعالج الجزء النفس شوية نقلل الحملة عليه شوية نخليها تقبل شوية يتفاهم معنا سايبه ويقعد يقول لهم طب نمد المدة شوية أو نتزوج الآن بظروف أقل من اللي إحنا كنا متفقين عليها وبعد شوية نبدأ يعني نجيب كل حاجة وده يمكن كانت ميزة بتميز الجيل اللي كان يعني يمثل جيلنا أو الجيل قابلنا والجيل الحالي الجيل اللي جيلنا وجيل اللي قابلنا كانوا يتزوجوا ويكملوا بيتهم براحته عندهمش مشكلة مجتمعية الجيل الحديث لأ البنت قولك لأ ما تجوز ده ما جبناش مش نجيب عمرنا مع أن لو نشوف كده البيوت كلها العفش تجدد مرة واثنين وثلاثة يعني الناس الكبار يقولك والله جددنا العفش ده كان عندنا ترابيزة شكلها إيه زمانة ما تجوزنا وتغيرت وجدت رابيزة تانية وتغيرت وجبنا كراسي وتكسرت هي دي الحياة بس الجواز هو الأصل مش العفش قد بالك بعض الناس يقولك يا دكتور عمين انت بتدينا كده إيه إشارات اجتماعية قول لأ هو وإحنا ما تكلمنا عن عيادة المريض ودي ممكن من الحاجات اللي أنا قلت لازم هقولها الحلقة دي أنا بكرر أما نروح نعود مريض إيه وعا تجيب له شوكولاتة ولا تجيب له جاتوه ممنوع طيب أجيب له إيه لو أنا يعني على قدي أجيب له فاك لو عندي عايزة أدفع مبلغ زي مبلغ علبة شوكولاتة أجيب له مواد تمونية أدخل بيها أخفف عنه عبء المشتريات هريحه يومين ثلاثة من الأكل هريحهم المصاريف هو ده لكن أروح أجيب له علبة شوكولاتة هتضر وأجيب له علبة جاتوه هتضره الكلام ده أنا بكرر وفي كل حلقة هقول هذا الكلام ليه؟ لغاية ما نغير من طباعنا نبدأ يبقى مفهوم مترسخ عندنا وأنا رايح أزور مريضة عشان أأذيه أعييه والله رايح عشان أخفف عنه أخفف عنه طيب أدم التحكم في المحيطين أو في مسؤوليات قد يؤدي إلى عرق الناسة بيقولوا ليه؟ إنه بيحصل فيه خلل في ميزان الحوض الخلل ده لو الواحد نفسيا فقد القدرة على السيطرة أو التحكم يبدأ يحصل معاه عرق الناسة بالجانب الأيمن بنقول دي كلها نظريات ونظريات مبنية على آلاف الحالات اللي تمت متابعتها لذلك أما يجينا مريض بيشتكي وما نلاقيش حاجة في الأشياء وما نلاقيش حاجة في التحاليل إياك إنك تقول للمريض لا أنت ما عندكش حاجة أسوأ ردي ممكن الطبيب يقوله للمريض المريض بيتقلم وجاي بيقولك أنا تعبان بجيش تقوله لا 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 بطل دالع أنت ما عندكش حاجة لا الكلام ده خطأ ليه؟ إن الأسباب النفسية زي الأسباب العضوية تماما تؤثر ولذلك العمود الفقري عند الإنسان مرتبط ارتباط وثيق بالأعصاب اللي بنقول جهاز العصبي اللا إرادة أو الإلهي اللي بتلاقيه عنده جوانب العمود الفقري من النحيتين من بداية من الفقرات العنقية لغاية العجوزية طالع بعقد عصبية للجهاز اللا إرادة أو الإلهي أي خلل في النحية النفسية توطق قلق حزن جديد ألم ما بتنتهيش صعوبات نقول واحد قاعد خايف الخوف المرضي يبدأ يحصل عنده مشاكل في العمود الفقري طيب الناس يقولوا نحن يعالج الجزء النفسي ده بإيه؟ أولا الرضا إنك ترضى بالمشكلة اللي عندك ترضى بما قسم الله لك نمرة اتنين إن ما تعدتش تكتر أحزانك كل واحد بقى يصحب من النوم عمال هم عملوا فيا ظلمون يضحكوا عليك ألو المراس يبدأ طول ما انت عملت ردد هذه الكلمات السلبية طول ما جسمك عمال يتشبع بهذا الفكر ويبدأ ظهرك يتقلم والغدى التختل والأعصاب ليه؟ إنك بتدي إشارة للجهاز العصبي يبدأ يبعد إشارة للجسم فبنقول خلاص نحاول ننسى لذلك إحنا مرتبطين جدا بديننا علاجنا في ديننا إزاي؟ ومن عفى وأصلح فأجره على الله خلاص أنا هعفوه الأول وأصفح عن الإزاق خلاص كده أنا بعالج نفسي الأول ولو كنت فضن غليزة القلب لنفضه من حولك خلاص ربنا النبي عليه الصلاة والسلام يقيت الصحابي عزني يقول له لا تغضب الله كل ده مع علاج العلاج مش إن انت العلاج إنك تحاول تراقب تصرفاتك انت تراقب كلمتك انت عشب الآخرين لذلك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه تلاه واحد عمل شاغل دماغه وعمل تاعب نفسه وعمل يعمل بيقولولي بيعدولي بيقتر الكلمات لا ابعد عنهم انسى ده اشغل لسانك بذكر الله لأن ربنا بقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب هل الحجامة مفيدة في هذه الحالات نعم مفيدة في علاج الآلام العمود الفقري النفسية طيب هل بعض الكريمات والدهنات مفيدة نعم مفيدة طيب واحد يقول له هتفيد الزاوزة كانت السبب نفسي الكريمات ما بتدهنه بيجي على نهايات حسية يعني المساجم ما بيتعمل بيوصل لنهايات حسية في ظهرك تبعث اشارة عن طريق العمود الفقري النخاع الشوكي للمخ فتبدأ تهدي المراكز اللي حصل فيها اضطراب وهي اللي بتبعث لك اشارات بالآلة يبقى لازم فيها حاجة اسمها اشارة عكسية لما بدلك تحت بتبعث اشارة فوق للمخ تقول له خلاص ارتاح طب هل ممكن لو استخدمت قربة المياة الدافية بتحسن طبعا خاصة للشباب اللي بيكون عندهم تقلص في العمود الفقري تقلص في عضلات الظهر يقول لخي ظهري عامل زي واقف كده زي الباب مش عايز اقول كلمة اللوح ولكن بتبقى هي زي الباب ليه لانها ما فيقاش المرونة فقدت المرونة لذلك بنقول لاخوانا واحبابنا لأ نعالج والآلام النفسية بالضبط بالضبط زي المؤثرات العضوية اللي بنشوفها في العمود الفقري قبل ما نختم برنامجنا وحلقتنا في عندنا حالة من العيادة شاب 22 سنة طالب في الجامعة بيعاني من نقول حبوب نقول دمامل تحت الابط الابطين جالي العيادة بيقول لنا خدت عليك بالمضادات الحيوية اتحسنت راحت مجرد ما وقفت المضاد الحيوي رجعت الحبوب من تاني والدكتور مديني غسول انظف تحت الابط ومش عارف ما بتستجبش له هفضل ماشي على المضاد الحيوي طول عمري ولا ايه الدكتور اداله مضاد حيوي الاول كابسولات ما جابش نتيجة بدأ ياخد حؤن ومعلق له عمل له كانولا بيدي له حؤن فيها عشان الدمامل ما تعملش خراريج وتعمل له مشاكل تحت الابط فبيقول لي عايز حاجة من الطب الامن فقلت له طيب احنا هنعمل حاجة وجهاز المناع عندك فيه خلل بسيط هنعمل الحجامة حوالين الابط وهنعمل معاهم العسل المناع مع نظافة تحت الابط جيدة ان دي اماكن عرق وبعض الشباب في شتة تحديدا يعني الغسل يقل شوية منه يحط بس مزيل عرق تحت الابط وبعض مزيلات العرق دي بتسد بتبقى مانع للتعرق مانع التعلم كانت تعمل ايه تيجي فتحة الغدة العرقية تروح افلاها فتبدأ العرق عايز يخرج مع شوية بكتيريا يعملون ايه فسفوسة تعب شوية صديد ودي تبقى مشكلة فبقول لا لابد من غسيل تحت الابط جيدة ودي وقاية للشباب كلهم وللكبار نمرة اتنين الشعر الابط لازم يتحلق ان كتير من الشباب الثقافة وفكر النظافة الشخصية مش موجود اول وسان عند الشباب من الولاد بقول لهم لا احرص انك تزيل هذا الشعر لان بتنبط فيه البكتيريا بتبدأ تشتغل وكثير من الفطريات ممكن تسبب مشاكل كبيرة جالي بعد شهر هذا الشاب بعد ما عملنا له الحجامة حوالين طوله تيجي بقى نعمل حجامة مرة تانية ونشوف قال لي بفضل الله يعني الدكتور في عجب ازاي ما جاليش تاني انه كان بياخد مضاد دحاوي تروح وترجع تروح وترجع قال حتى الحبوب اللي في ظهري راحت ما بقتش تبقى موجودة طوله هنا بقى بيحصل حاجة اسمها الشفاء الزاتي ربنا سبحانه وتعالى ما بنعمل الخدوش دي ونطلع شوية دم دم يبدأ يجدد ويبدأ تيجي بعض المواد اللي ربنا خلقها المرممة تيجي تروح مرممها لك وتقضي على البكتيريا الممرضة اللي موجودة في هذه المناطق بنقول دي حالة ياريت يعني بنسجلها ان حسن حصل التحسن بفضل الله سبحانه وتعالى ومن ربنا على هذا الشاب بالشفاء اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن على جميع المرضى بالشفاء العاجل اللهم امين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفي ختم هذه الحلقة اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن عليكم بالصحة والعافية وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته